ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم نائب وحاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابعة للمجلس التنفيذي الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات وناقش عدد من السياسات من القطاعات المختلفة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس واطلع الحضور على دراسة تكلفة ممارسة الأعمال في دبي المقدمة من غرفة دبي والتي تهدف إلى تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع تكلفة الأعمال التجارية في دبي وذلك من منظور القطاع الخاص بحيث يتم العمل على تعزيز مناخ الأعمال في الإمارة من خلال أفضل بيئة استثمارية جاذبة التدابير والتشريعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر